نرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين في احتفالنا بيوم الشباب العالمي طبعا من احتفل بشكل خاص بالشباب المصري ضفنا دلوقتي شاب أثبت تفوق العقل والذكاء المصري هو أول عربي وإفريقي يحصل على لقب السوبر جراند ماستر أعلى ألقاب الشاترانج ويعتبر أول مصري وعربي وإفريقي يدخل تصديف أفضل ميت لعب شاترانج عشان يبقى أسطورة الشاترانج باسم أمين صباح الخير عليكم نوارنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم كل المتخرجين أهلا بي خلينا نتكلم في البداية عن بدايتك في الشاترانج ولعبة مش سهلة ولعبة ذكاء بشكل كبير يمكن البداية كانت من زمان شوية من وانا تقريبا أقل من خمس سنين كان والدي ولا علمني شاترانج كطفل يعني كنت طبعي لحد ما هذه شوية بحب علعب البازلز والحاجات اللي فيها التفكير شوية فهو أحسن الشترانج اللعبة مناسبة لي أنه أنا أبتدي ألعبها ويعني أتناسب شخصيتي ففعلا ابتدأ علمني وابتدأي لعب معي أحبيت اللعبة جداً وابقت على طول أعيز ألعب معي مع جدتي أي حد من الأسرة ويعني أمرت بقى في الشترانج وهو ألاحظ أن أنا أحب اللعبة فبتدأي يجيب لي مدردين عشان يعني يحاول ينمي الموهبة اللي عندي لغاية ما ابتديت بقى في طريق البطولات الحمد لله أبرز هذه البطولات والإنجاز اللي فعلاً يعني حسس أنك بتفتخر بيئة وأنه هو فعلاً إضافة ليك وللجانب المصر أو لمصر بشكل عام يعني يمكن أهم البطولات الدولية الحمد لله هو طبعاً فوز ببطولة أبروكا الرجال خمس مرات وده الحمد لله رقم الكياسي في الفوز بالبطولة بطولة العرب للرجال ثلاث مرات ثالث عالم للشباب تحت 20 سنة وتحت 18 سنة ورنزيتين في بطولات العالم الحمد لله بطل بحر متقصد للرجال على اللعب مع المنتخب المصري في أولمبياد الشترنج سبع مرات والحصول في مرتين منهم على مدالية زهبية في المجموعات التصنفية الثانية وده الحمد لله كان فيهم أفضل نتائج للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد إلى جانب طبعاً الحمد لله من ناحية التصنيف ووصول التصنيف 2700 ده يمكن حاجة الحمد لله بتحصل أول مرة بتاريخ مصري والعرب وأبروكيا الملاعب يوصل له تخطى تصنيف 2700 نقطة يجي الحمد لله من أهم الإنجازات العالمية لأن تصنيف ده يمكن في تاريخ الشترنج كله من يوم مستهدى الشترنج لا يوجد حوالي 120 لعب في تاريخ الشترنج اللي وصلوا للتقييم ده فالحمد لله طبعاً يعني متساعدني أن الحمد لله الواحد يكون الوحيد في مصر والعرب وأبروكيا اللي وصل لهذا التقييم طيب خاني أقول لك بقى يعني دكتور باسم رحلتك من الطب لكل هذه البطولات اللي حكيتها لنا دلوقتي الطب دراسته مش سهلة تماماً وفي نفس الوقت الشترنج بيحتاج تركيز عالي جداً وتدريب كتير وإحنا مكلمة حتى مش يعني مش مجرد بتلعبها للتسليع لا أنت دخلت بطولات كبيرة وقدرت أن أنت فعلاً تحصل على مراكز متقدمة إزاي قدرت توفق بين الاتنين؟ يعني هيمكن نقدر نقول إن الشترنج من مميزاته إن هو بيساعد كمان دراسياً ودي حاجة برضو مهمة جداً إن الناس تبع عرفاها لأن دايماً بيقول إن الشترنج بيساعد الأولاد الصغيرين في الدراسة ومش بيعطل ليه لأن إحنا الشترنج طبعاً إحنا دور الواحد ممكن بيستمر لسبع ساعات إلى جانب إن إحنا في التمرين أو تدريباتنا بنقدر برضو اللازم إن إحنا بنشتغل أوقات بنوصل لعشر ساعات في اليوم فزي ما إحنا كنا بنقدر نوصل أو نتمرن ونلعب في البطولات الفترة الطويلة دي كمان كنت بقدر يعني بعد البطولات بقى أرجع وقت الدراسة إن الواحد يقعد فترات طويلة لأنه هو يزاكر في نفس الوقت يعني التحصيل الحمد لله سريع والزاكرة كمان يعني الشترنج طبعاً من اللعب الفيدة الزاكرة والترخيز والكلام ده كله الشترنج بيبقى ليه جانب إيجابي من ناحية الدراسة طبعاً بالنسبة للطب الموضوع كان أسعب شوية لكن الحمد لله يعني الواحد بيحاول بقدر الإمكان يبقى محدد هدفه ينظم وقته وقت البطولات بيبقى مركز وقت المذاكرة بقى بيفزل كل مجهود في المذاكرة عشان يعود طبعاً للفترات الكبيرة طيب دكتور باسم النهاردة اليوم العالمي للشباب والعالم كله النهاردة بيحتفل بالشباب أكيد عندك مسجة أو رسالة عايز تقولها للشباب المصري من خلال كونك أحد الشباب المصري اللي أخذ بطولات على المستوى الدولي وليه مساهمات دولية لو عايز تقول حاجة للشباب المصري لو عندك رسالة فعلاً عايز توجيها لبني وطنك من أقرانك من الشباب اللي في سنك تقول لهم إيه يعني طبعاً أعتقد أهم حاجة أن كل واحد يبقى عنده هدف والهدف ده يحطه قدامه ويحاول دايماً أنه يبزل كل ما في وسعه أنه يوصل له كل واحد مميز أكيد عنده ميزة في مجال معين سواء في دراسة في الرياضة في كمبيوتر في برماجة أهم حاجة أن الواحد يعرف هدفه وعرف الموهبة اللي عنده ويحاول أنه يشتغل عليها يعني بأقصى حاجة عنده وده الفعلاً اللي هيخليه مميز ويخليه يقدر يوصل أنه يحقق كل أهدفه وأحلامه إن شاء الله في المستقبل ما فيش حاجة طبعاً بتيجي بالسهل يعني ما فيش حد بينجح بالسهل لازم مجهود كبير جداً وساعات طويلة وسنوات طويلة لكن إن شاء الله في الآخر يعني الواحد أكيد اللي بيطعب ربنا بيوفقه وبيكرمه وبيحس النتيجة التعب ده أكيد نشكر دكتور باسم أمين أعلى مصنف مصري وعربي وأفريقي في الشترنج نتمنى لك كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر